السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد لهذا اليوم إن شاء الله نتحدث عن يونت 85 اللي هما عن السم والأني السم هي أداة تستخدم مع المثبت والأني تستخدم مع المنفي والسؤال إذن السم تستخدم مع المثبت سم وما يأتي بعدها الاني مع النفي ومع السؤال طالما جمنا بها نفي طبعا الاني تستخدم مع النفي بأي شكل كان سواء إذا كانت بها نات أو إذا كان النفي ضمني يعني ما يكون بعلامة النوت هذه علامة للنفي هي رفضة يعني رفضة إذن هنا نفي إذن نفي إذن أي علامة تدل على النفي نستخدم لها اني زين السم دائما مع المثبت والانيوية المنفي والسؤال مع المنفي والسؤال ولكن في قليل من الأحيان ممكن أن تأتي السم مع النفي بعض الأحيان إذا كتبهم بلاحظة بشكل رسمي دائما الاني مع المنفي والسؤال ولكن السم والسم مع المثبت ولكن بعض الأحيان السم تجي مع المثبت مع المنفي أفوا مع السؤال السم تجي مع السؤال هل تنتظر على شخص؟ هذه حالات نادرة جدا قليلة السم لا تجي بالنفي تجي ولا بأي شيء تجي فقط وهي المثبت وتجي وهي سؤال بحالات قليلة جدا بحالات قليلة جدا زيان اكتب ملاحظة على الاني ايضا تجي مع الاف عند وجود الاف ناخذ الاني مرات من الاف ناخذ الاني خليها ملاحظة ياما اذا عند وجود الاني فان هذا يعني وجود اف ويوز اني وذاد دوزن ماتر يوكن تيك اونيباس كم ان سي مي تايم مرات يعني الاني من يكون معناها دوزن ماتر يعني لا يهم الاني من يكون معناها لا يهم تستخدم يعني بالجملة لمن يكون معناها لا يهم تستخدم تستخدم اي باس يعني مو مهم كم ان سي مي اني تايم تعالوا وشوفني باي وقت مو مهم اي وقت يعني مو مهم الوقت اذا الاني عد ما يأتي معناها لا يهم ممكن ان تجي اه هذه خلاص ما عدنا بعد اشياء مهمة مثل ما قلت لك السم الشي يجي وراها يعني نفس الشي نتبع قواعد الاني يعني من اقول لك مثلا احنا عدنا الاني تجي مع المنفي اني بادي اني اي شي كانوا يجيها مو مشكلة ايضا اكتب لي ملاحظة ان السمون تجي اياها بعض الظمائر اللي هما الذين والذين والذين بس هذه ملاحظات الخاصة بهذا الفاصل